صباح الخير والأمل والجمال على حضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صباح مي برحب بفريق العمل خلف الكاميرات وبرحب كمان بزميلي أندرو في الستوديو صباح الفل يا أندرو صباح الفل عليك يا مارينا وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي حلقة يوم الاثنين 29 مايو 2023 إن شاء الله هنكون مع حضراتكم من دلوقتي والمدة ساعتين على الهواء مباشرة حابين في بداية حلقتنا النهاردة نتقدم بالتهناء لنيافة الحبر الجليل أمبا إرمية الأسكوف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرتودوكسي بعيد سيامة نيافته أسكوفا العيد 19 على يد مثلث الرحمات قداصة البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبترييرك الكرازة المركزية في 30 مايو 2004 كل سنة ونيافتك طيب ودايما بخير إن شاء الله ويا ربي يديم حبرية نيافتك سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة كما نتقدم بالتهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المينيا والحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية بالعيد 19 لسيامتهم كل سنة ونيافتكم بألف خير وصحة وربنا يديم حبرياتكم سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأول فقرة معانا وهي الفقرة الإخبارية اللي بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث اللي حصلت مؤخرا كمان عندنا الفقرة التانية وهي الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشتات المتصدرة للمشهد الصحفي وهي شرفنا وينورنا في هذه الفقرة أستاذ أحمد خليفة الكاتب الصحفي عشان نحلل مع بعض هذه المنشتات وفي فقرتنا التالتة هنتكلم عن ملك من ملوك مصر القديمة اسمه الملك ميرن بتح هنتكلم عن تاريخه كمان عن الأسرة التسعة عشر هنروح الأول لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية خليكم معنا شكرا